ازاي شغل الحسف التلقائي في رسالة جروب التليجرام ده موضح حلقتنا منهاردة فتابع معاي الفيديو للنهائي السلام عليكم اهلا بكم في tänاتي كناتي اسمنع også buna وهو القيلك ازاي نشغل الحسف التلقائي في رسالة جروب التليجرام? هتخطي لي هو ينفع ه школك اه ينفع!你是 اشغل الحسف التلقائي في رسالة تليجرام بتتحزف لوحدها الرسال يلا بينا كده قدم نبدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو ده لأعمالièrement وفي قناتي تعمل الاشتراك في القناة ويلا بينا على الاتلكرام وارح مع بعض على الاتلكرام بالشكل ده بعدين بيبدأ ان انا ادخل على الجروب او المجموعه من هنا بيبدأ اظهر لك الصفحة دي كده بالشكل ده ابتلقى بشكلها كده وبعدين بيبدأ اضغط على اسم الجروب بتاعي بالضغط عليه لما بضغط عليه بيظهر لك بالشكل ده بيبدأ ان انا اضغط على تلت نقاط الاعلى ومن هنا بيقول لنا الحسف التلقائي لو ضغطنا على الحسف التلقائي ده بيقول لك هنا رجوع احنا بنرجع كده بنرجع هنا الحسف بعد يوم تلقائي الحسف بعد اسبوع تلقائي الحسف بعد شهر تلقائي وهنا ممكن ان انا هعمل يعني حاجة ووقت مخصص هنا معطل وينه يوم يومين تلاتة اربعة اسبوع اسبوعين زي ما انت شايفين كده طول ما انتا بتطلع سنة حسف تلقائي تحزف الواحده الرسائل بتحدد الرسائل التحزف امتى ممكن انت اتعمالها معطر ممكن انت تعملها يوم واحد يومين وبعدهم بتضغط عين حسف التلقائي كده خلاص انا دلوقتي في نقطه هو فوق سيتم حسفل رسائل الجديدة زي من انت شايفين قمت بتاعين حسف تلقائي الرسائل بعد يومين انا خلاص اي رسائل هتبقى الكروب هتحزف تلقائي بعد يومين بس كده عندك اي سؤال اقصد افسار اكتب لي في التعلاقات انا برد على كل التعلاقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته